فقر الترند الترند مباراة مصر ولبنان والناس كلها النهاردة كانت بتتفرج على المباراة وبالتأكيد عايزة تشوف بقى أداء منتخب مصر تحت قيادة تاكارلوس ساكيروش ومعها بقى مجموعة اللاعبين المحليين وهتبقى فرصة أنك تعتمد بقى على مجموعة جديدة وتشوف الفترة الجاية ممكن يكون معاك وجه جديد ولا لا إجمالا المكسب كويس والثلاث نقاط مهمة عشان تنافس الجزائر على صدارة المجموعة ولكن الشكل والأداء غير مرضي تماما والمستوى محدش كان يتخيل أن ده المستوى اللي ممكن يؤدي بمنتخب مصر أولى مبارياته أمام المنتخب اللبناني كمان الفوز من خلال ركلة جزاء ده أثبت أن المنتخب النهاردة ما كانش فيه طريقة لعب يعني الواحد حاب يشوف لعبة معينة أو تاكتيك معين يقدر يحكم بيه على تفكير كارلوس كيروش النهاردة وإيه الخطة اللي بيلعب بيها المباراة ما حستش بدا ما شفتش ده شفت عشر لعيبة بيجروا في الملعب لكن ما فيش تاكتيك معين ما فيش لعبة معينة ما فيش جملة تاكتيكية الجهاز الفن يشتغل بها مع اللعيبة الفترة الأخيرة هل هي حمة البداية؟ هل فيه توطر عند عدد من اللعيبة في ظل حضور جمهيري كبير في هذه المباراة؟ يمكن دي تاني أكتر مباراة فيها حضور جمهيري بعد مباراة قطر بالأمس وكننا عارفين الجالية المصرية لما يكون فيها أي مباراة لمصر أو لأي نادي مصري اللي استاد بيبقى عدد كبير وسعة كاملة من حضور الجمهير لكن ده الشكل العام اللي ظهرت به المباراة المنتخب بدأ المباراة بتشكيل محمد الشنو في حرص المرمى قطت ضار أكرم توفيق زهير أيمن أحمد فتوح زهير أيصر أحمد حجازي والوينش اتنين مساكين قدامه محمد فتح وعمر السلية اتنين وسط ارتكاز وفي الأمام مصطفى فتحي محمد مجدي أفشأ ومحمد شريف كان هو اللي طرف ومروان حمدي رأس حربة صريح عايزة أطمنكم بس على حمد فتحي كان خرج في البداية الشوت الأول بسبب الإصابة وكان فيه ارتجاج بسيط في الرأس ونزل مكانه مهند لشين الناس لو بصت للتغييرات بالمناسبة هتلاقي منتخب مصر عمل ست تغييرات في المباراة هو الطبيعي يعمل خمس تغييرات بسلاث توقفات لكن عشان حمد فتحي خرج بسبب ارتجاج في الرأس وإصابة في الرأس الاتحاد الدولي تبقى اللي حاب يسمح لك بتغيير إضافي نتيجة هذه الإصابة ولو كان فيه اكسرا طيب ولا قدر الله فيه إصابة مشابهة لإصابة حمد فتحي يكون فيه تغيير سابع اللي حاب تقول كده عشان الناس لما تشوف التغييرات وتعدها وتلاقي مثلا مهند نشيل لزن مكان حمد فتحي أحمد رفعت مكان مصطفى فتحي زيزو مكان مروان حمدي وصابة فيصل مكان محمد شريف عمر كمال مكان أكرم توفيق أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة مكان أرشى ست تغييرات بأربع توقفات ليه؟ لأن تغيير حمد فتحي غير محسوب لأنه كان خرج بسبب إصابة في الرأس وارتجاج وبالتالي اللي حاب تسمح أن يكون هذا التغيير غير محسوب من دم التغييرات اللي بتجريها في المباراة السلية خد أحسن لاعب في هذه المباراة وكلنا تخضينا بصراحة في أول دقيقة عمر السلية كان فيه احتكاك قوي معاه في بداية المباراة قدامكم طبعا صورة حصول السلية على أفضل لاعب في مباراة مصر ولبنان أتمنى الفترة الجاية المنتخب يكون ليه شكل مباراة السودان اللي جاية هتكون هي مباراة العبور للدور التاني لكن محتاجين نتفرج على أداء لأن المباراة الثالثة مع الجزائر لها حسابات خاصة منتخب الجزائر النهاردة بنتفرج عليه هو المنتخب الريديف أو المنتخب المحلي عمل مباراة النهاردة تأسيمة على المنتخب السوداني وعايز أقول لكم بصراحة الناس اللي تقول لي أصل أوصل لمرحلة الدور الفاصل في تصفيات كاس العالم واللي عايز يوصل لواجه أي فريق لا يا جماعة في حاجة اسمها منطق لازم وانت بتواجه الفريق اللي هتلعب ولازم تعرف إمكانياتك وقدرتك في التقويت الحالي آه مصر بطل إفريقيا سبع مرات مصر راح تكسل عالم ثلاث مرات مصر تكسل أمم في مرة فاسعة جزائر بربعية لكن على رأي قرلس كروش قال لك اركنوا التاريخ شوية بصوا في المرحلة اللي احنا فيها فمهم جدا لما تواجه فريق في الدور الفاصل في تصفيات كاس العالم تواجه فريق تقدر تلعب معه المنتخب الجزائري دعونا نعترف أنه أفضل فريق في إفريقيا خلال هذه الفترة أنا بعتبره كمان أفضل من المنتخب السنغالي لأن سواء على المنتخب الأول أو المنتخب الريديف الجزائر عندها لعيبة على أعلى مستوى والنهاردة كمان بتستعين بعدد من اللاعب اللي بيلعبه في المنتخب الأول زي ما منتخب مصر النهاردة استعان بيه الشناوي رئيس مبولح الجزائر بتستعين بيه النهاردة ولعب فيه التشكيلة الأساسية عندهم بغداد بنجاح عندنا محمد شريف فيه عناصر أساسية في منتخب الجزائر مع المنتخب الأول ونفس الأمر مع منتخب مصر لكن الجزائر بيقوده مجيد بوكارة ده طبعا مدرب منتخب المحليين لأن المنتخب الأول بيقوده جمال بالماضي عايزة أطمنكم على حمد فتحي الحمد لله الإصابة بسيطة وإن شاء الله هيكون جاهز للفترة اللي جاية ودي تصريحات مهمة لدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب عاقب المباراة طمننا على حالة حمد فتحي بعد إصابته بارتجاج كده في الرأس في الشوت الأول والماتش في بدايته كان عنيف شوية وفي قوة وبالتأكيد حماس من المنتخب الليبناني عايز يعمل نتيجة كبيرة أمام منتخب مصر لكن الحمد لله بدرب الجزاء قدر أفشى يحسم الانتصار والثلاث نقاط وتكون بداية قوية ونشوف مستوى أفضل بقى يا رب إن شاء الله الفترة الجاية مع المنتخب السوداني يوم السبت القادم قبل الختام مع المنتخب الجزائري قبل مطلع الفاصل يمكن أحد الزملاء النهاردة كان كتب تويتا كده عجبتني بصراحة يعني قال لك إيه كل اللعبة اللي بتضيع الفرص دي ده مسيماني لازم يمشي على كم الفرص اللي دعي النهاردة إنتوا عارفين الفاصل الأخير ناس بتقول لك إيه الأهلي إيه الفرص دي كلها مسيماني لازم يمشي فالنهاردة بكم الفرص دي أحد الزملاء الصحفين قال لك إيه إيه الفرص دي كلها ده مسيماني لازم يمشي أخرج لفاصل ونرجع مع بعض بعد الفاصل عندنا أخبار مهمة جدا بشأن النادي الأهلي